زي ما تمعنا مع حضراتكم في التقرير أنه النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين وده يوم خصصيتهم منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأثار السلبية الخطيرة النتجة عن التدخين علشان كده النهاردة حابين نحن نتكلم أكتر عن مسألة التوعية الهامة جدا لكل المدخنين نعرف إيه الأضرار اللي ممكن تحصل خصوصا في الوقت اللي كمان ظهرت فيه تفارات جديدة من الفيروسات والمتحورات ظهرت فيه أنواع جديدة من التدخين شيشة إلكترونية سجير إلكترونية نعرف هي أضرار هذه الأنواع الجديدة من التدخين عشان كده دلوقتي بنرحب مع حضراتكم بدفنا في الستوديو الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بي كلية الطب جامعة القاهرة صباح الخير على حضرتك يا دعاكتور صباح الخير أهلا بيكم وستدر شهدين دلوقتي بقينا بنشوف أنواع مختلفة عن التدخين اعتقادا من اللي بيستخدمها على أنه ده إقلاع عن التدخين أو كمان يمكن ناس كتير بتقلل للتدخين سجارة واحدة في اليوم سجارتين في اليوم حضرتك شايف الموضوع ده إزاي؟ أولا بس أحب أكد على الكلام اللي حالك قلتيه وعلى التقرير اللي قاله وأن احنا نهضف اليوم 31 مايو سنة 22 ده اتقال إنه هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين الحقيقة هو اليوم العالمي لمكافحة تعاطي التبغة تعاطي التبغة معناها التدخين زي ما ذكرت يا حارتك وذكرت منتجات أخرى زي منا السجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية وكمان التبغة المسخن اللي هي الموضة الجديدة الأكثر يعني شيوعا دلوقتي ناس كلها بتجري وراء التبغة المسخن للأسف يعني كل الدول عندنا هم التبغة اللي عايزين نكافحه ونستمر في مكافحته وكمان حريك ذكرتي على الأضرار أنا بس عايز أأكد كمان الحاجة مهمة تقالت في التقرير هو إن التدخين بيؤدي الوفاة حوالي 6 مليون كل سنة من المدخنين ونضيف عليهم كمان مليون واثنين من عشرة من المدخنين السلبيين عدم المدخنين أهل بيأخذ حواليه ناس بيدخنوا وبيشم هو الدخان ودي بيؤدي إلى مضاعفات على الجهاز التنفسي والجهاز الدوري في القلب وأيضا السرطانات وغيرها ودول بيأخذوا تعويض زيهم زي المدخنين وبتحصل لهم نتائج سلبية إذن نتائج العادة اللي عايزين عشانها العادة اللي عايزين نبطلها هي مش بس لصحة المدخن نفسه لكن صحة الحواليه ولصحة المجتمع بصفة عامة طيب دكتور هل في علاقة ما بين التدخين والسرطان عشان حالك ذكرت دلوقتي صحيح دي علاقة مش فقط علاقة إحصائية هي علاقة إحصائية وعلاقة سببية يعني بالفعل اللي بيدخن والتجارب القديما والحديثا بتؤكد أن بالفعل التدخين بيؤدي إلى هدوث سرطانات وسرطانات متعددة في أماكن متعددة يعني ليس فقط سرطان الرئة سرطان الرئة أكثرهم شيوعا لكن سرطان الحنجرة سرطان الفم سرطان الجهاز الهضمي المريء سرطان المثانا ودي أبحاث صدرت من مصر من مصر وغرحة من السرطانات كمان طيب نرجع للموضوع السجارة الإلكترونية وشيشة الإلكترونية لأنها بابرة ومنتشرة الحقيقة جدا بين الشباب على وجه التحقيق الحقيقة هي السجائر الإلكترونية بصفة عامة ومنها أشكال عديدة سجارة إلكترونية سيجار إلكتروني بايب إلكتروني شيشة إلكترونية تانك صغير كده زي البرطمان مليان 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 لا أحد يعلم محتوى الحقيقة لا أحد يعلم محتوى بزبط كده ومن السهل إضافة محتويات أخرى ليه البرطمان اللي بيتفتحه وبيزوده عليه دايما بيزوده عليه منتجات أخرى ودي خطرته الحقيقة أنه مش بس أنه هو ما نعرفش فيه إيه بالزبط هو مش ما نعرفش فيه إيه هو ما فيش تركيب ثابت يعني ما فيش محتوى سجارة الإلكترونية تحتوي على مواصفات أصد مواصفات سبتة لتركيبة السجارة الإلكترونية ومشتقاتها بتسوق على أن هي تدخين الشباب والكبار هما يدخنوا السجير ده الهدف المعتاد لكل شركات التدخين الشباب يدخنوا من بدري ويدمنوا العادة لزمن طويل بتسوق على أن هي آمنة هي ليست آمنة على الإطلاق التدخين الآمن وتدخين بدون تدخين هي ليست آمنة على الإطلاق بالعكس الأبحاث العلمية الحديثة وليست الحديثة سنتين 3 من 10 إلى 12 سنة من أول ما بترت سجارة الإلكترونية تقريبا حوالي 12 أو 14 سنة وبترت الأبحاث عليها وثبت أن التغيرات الفيسيوليزية اللي بتحصل لجهاز التنفسي عند تدخين السجارة الإلكترونية تشابه ما يحدث للتدخين السجارة يعني مش أقل ضرر عشان الناس بس الفهمة غلط مش أقل ضرر على جهاز الترفوسي على الأقل هي ما فيهاش برضى عشان نكون واضحين ما فيهاش النار الولعة الكابريت المكونة الغازي للسجاير اللي هو غاز أول أكسيد الكربون اللي هو بيدخل بوضوح ويخرج بوضوح يعني أقصد دخان ما فيش دخان لكن فيه غازات أخرى وسوائل أخرى وعشكرا اسمها فيب اللي هي يعني بخار أو هي شبورة بتعمل شبورة اللي بيدخانها تلاقي حواليك شبورة كده ده مش غاز أول أكسيد الكربون ده منتجات أكسر ضررر ده عظيم جدا احنا بنشوف صورة على السوشيال ميديا وفيديوهات احنا مش عارفين حقيقتها اللي يقولون دي رئة مدخن لونها وردي كده لونها عفوا لونها اسود ودي رئة حد غير مدخن لونها وردي هل الصور دي حقيقة صور مرئبة جدا بالمناسبة؟ أيوة الكلام ده صحيح ومزبوط الكلام ده مزبوط تماما رئة المدخن أكسر سوادا من رئة الغير مدخن رئة غير مدخن وردية اللون لون بينك لون وردي مليانة دموية طيبة التانية مليانة منتجات أو يعني شوائب القار والتدخين كأنك جبت القار هو التار أو القار اللي هو بيتسافلت بالشوارع منتجاته كأنك سافلت بالضبط الشعب الهوائية ومجرى الهواء ونسيج الرئة أيوة ده صحيح طبعا بندرسها وبنشوفها بهذا الشكل وحتى بالتجارب الواضحة قدامنا لو جبت حارتك دخنت في خلال منديل أو قطنة لو سحبت لو مدخن سحب من خلال منديل أو قطنة بتطلع قدامه فورا لون الأسود دخان هو دخان طيب يا راكتور الحجة دايما في موضوع التدخين أنه السجارة بتهدي أعصابي أو التدخين بيخليني أقل توتر حيك بتشوف الكلام نقول الحق بوضوح التدخين فيه نيكوتين والنيكوتين دي مادة معروفة بالنسبة لنا أن لها مفعول أيوة أحيانا بتعمل كده فعلا ولكن حسب الجرعة اللي هي بيها يعني معادلة سجارة أو سجارتين في اليوم بالنسبة لناس كثير بتقدر شوية أنها تحافظ على ده دي معادلة ممكن تكون غير ضارة مثلا زي الناس اللي بتشرب مثلا علبة كاملة سجار في اليوم حسب الجرعة اللي بتعود عليها المدخن جسمه بيكون معتادة على جرعة محددة من نيكوتين وهي دي المادة اللي هي على الفكرة مش مادة بس مدمينة هي مادة سريعة الإدمان ولكن أيضا يمكن التخلص منها يعني مش علشان هي سريعة الإدمان تبقى ما بتخرجش بسهولة هي ساعات بتبقى صعبة صحيح لكن الأغلبية بيترك التدخين فارو وشارة عرض انسحابية بسيطة جدا في أيام بسيطة ويتركها يعني من الممكن التخلص من التدخين أما حريك قلت لي بقى إذا كانت سيجارتين ثلاثة أقل ضررا من علبة سجير فلا أكيد فلا أكيد فعلا لا لأن احنا ما نعرفش بالضبط أي جرعة إذا كانت سيجارتين ثلاثة دي هي جرعة تكفي لإحداث التغيرات زي هذه العشرين طبعا هي أقل في التأثيرات الفيسيولوجية أقل ولكن مش في التغيرات على بقية الجسم مش قادر أقول إنها أكثر أمانا ياريتنا جميعا نعتقد إنها أكثر أمانا وعلشان كده حتى يعني لما بيحد في جوة الأسرة مثلا بيدخن كتير فبنفضل نقوله مش قادرين نقوله بطل بنقوله قلل عدد السجاير ده شيء بتكون مطلوب فعلا وهي بتبقى خطوة ناحية الإقلاع يعني بدل ما تبقى معتمد جسمك معتمد على 20-30 سجارة يوميا يبقى جسمك معتمد على سجارتين 3 يوميا مش معنى كده الـ 2-3 يوميا دول يبقوا سجاير يوصى بها بالعكس أنا بقول لحركة حاجة تانية كمان لا يوصى أبدا بالتدخين السلبي يعني التعرض لدخان السجارة لو قوضة مقفولة حوالي 3 متر في 3 متر جنبيكي واحد بيدخن سجارة وينفخ دخانها في القوضة الدخان اللي خرج منه ده استنشقتيه بيوازي تلتل سجارة أو ربع السجارة في بعض الأبحاث تلتل ربع يعني لو دخن 3 أو 4 سجايب يبقى حضرتك شربتي سجارة معاه ده مؤذي التدخين السلبي كذلك حتى لو تلت السجارة مؤذي طيب عادي نوضح للناس حاجة مهمة كمان يا دكتور انه مش كل الناس زي بعض يعني فيه واحد ممكن ياخد سجارتين بس في اليوم ويتعب من أسر التدخين واحد ممكن يكون بيشرب علبة وما يتعبش دوقتي يبقى على المدى الطويل ده صحيح تماما انا يا دوب ده هما سجارتين بس وتعبت وده حد تاني يقول لي ده أنا بشرب علبة سجارة في اليوم وبيجريليش أي حاجة نزيل فل ده صحيح تماما فيه بعض الناس بيحسوا بهذا الشيء وبنشوفها بالفعل وفيه دراسات عملت فعلا على كده انه هو فعلا فيه ناس مضاعفات التدخين عندهم بتصر أكتر وعلى التحديد السرطانات يعني هناك من الناس من أكثر عرضة لظهور السرطانات دي أبحاث في الجينات مسبتة ان فيه بعض الناس أكثر عرضة والتاني مش ما بيجي لهوش فيه كده وفيه كده ولكن الحقيقة لما بنيجي لمضاعفات التدخين وأثار التدخين ما بتكونش كان السرطانات هي الحاجة الوحيدة المزعجة بالنسبة لنا يعني طبعا مزعجة لكل الناس الحقيقة لكن مش هي الوحيدة أعيز ألفت نظر بس لأنه هو التدخين قد يؤدي للوفاة زي ما بيكتب على العلم السجار طبعا هنا ولكن ده عمر ومش هو ده أنا بأتكلم فيه أنا بأتكلم على الفترة اللي بيعيشها أقصد أن نوعية الحياة اللي بيعيشها أو الكواليتي أوف لايف اللي بيعيشها المدخن إلى أن يحين الأجل دي هي اللي عليها الكلام يعني التدخين بيعمل حاجة واضحة الناس بشواختة بالها منها وبيكلمون عن السرطان وعن القلب وبتنسى التأثير المباشر على الجهاز التنفسي اللي هي مرض السد الرئوية وانتفاخ الرئتين ودول درجة من درجات القصور الوظيفة في أداء الجهاز التنفسي يعني بيؤدي إلى فشل تنفسي كل المدخنين بيتعرضوا لهذا دكتور؟ كل المدخنين بيتعرضوا إلى درجات متفوتة من السد الرئوية والانتفاخ الرئتين ودول درجة من درجات القصور الوظيفة اللي هو بداية حدوث الفشل التنفسي اللي بيحصل للتسعين في المية من مدخنين اللي بيدخنوا عدد كبير من السجاج وفي سن الأربعين يبدأ التغيرات أقصد قصور التنفسي ده عشان أوضحه للناس هو أنه مش قادر ياخد نفسه مش قادر ياخد نفسه مش قادر يكمل مشواره يمشي مثلا مشوار كل يوم خمسين متر مش قادر يكمله لكن الشاب الصغير يحس بالقصور في التنفس ده إمتى؟ المعتاد السد الرئوية تظهر في الأربعينات بعد حوالي عشرين سنة من التدخين ولكن تعتمد على كمية التدخين ده في المدخنة المعتدل لكن لو زادت عدد السجاج بيظهر تبدأ نشوفه في التلاتينات بعض التغيرات وفي ناس عندهم كمان استعداد وراسي لظهور السد الرئوية وانتفاخ الرئتين في سن أقل من الأربعين بكتير بنشوفها أحيانا في الشباب طيب دكتور بقينا بنشوف ناس كتير قوي بتعمل عملية القلب المفتوح في ناس عندها قصور في شرايين في ناس عايزة تركب دعمات هل ده لي علاقة بالتدخين؟ التدخين طبعا بيؤدي إلى تأثير ضار على كل شرايين الجسم شرايين اللي هي بتغذي كل خلايا الجسم وعضاء الجسم بالدم نوعية الدم اللي بياخدها الشرايين بتكون نوعية محملة بغاز أول أكسيد الكربون وده غاز سام وبيحتل مكان الأكسوجين بالضبط يعني يحرم من الأكسوجين ده من ناحية نوعية الدم لكن كمان هو بيزود استصاله بالشرايين في جسم كله ابتراءة من الأطراف واليدين الرجلين والقلب وهو قلب طبعا واحد من شرايينه أو يعني شرايين القلب كلها بتكون لها نوعية يعني مختلفة بحيث أنه هو لازم يكون في حالة طيبة يعني أكتر شيء يدايقنا المدخن يدايق المدخن هو شرايين القلب شرايين القلب كلها طيب يعني الشباب بقى الصغيرين اللي بيبتلوا تدخين بدري قوي حيك تقولهم ايه النهاردة لا أنا أقول أولا أنه هو لازم يشوفوا اللي حواليهم ونشوف أن الفيلم ده احنا شفناه قبل كده كتير يعني المسلسل مسلسل مضاعفات التدخين اللي شافه في أسرته حد هتلاقيه بيتكرر تاني يعني التدخين هي غير صحي بكل المقاييس وعلى مدى السنين على فكرة احنا نعرف المعلومة دي من حوالي ستين سبعين سنة فاتت عن أضرار مؤكدة للتدخين وبالتالي لا ينجرف ناحية التدخين واللي هي بيسميها ايه المنظر منظر الشياكة منظر والروشنة يعني وبالذات التدخين بأشكاله الجديدة اللي هو أكثر يعني فيه دخان كتير اه اول ما بنشوف الدخان كتير طالع من الفياب والسجار الإلكترونية اللي الشباب بيفرح بالدخانة بيحبوا الفياب دي جدا اللي هي بتعمل الشابورة اللي حواليها دي بحينها دي من أسوأ الحاجات اللي ذكر فيها حالات وفاة من مضعفات إضافات الجليسرين بيضافلوا جليسرين ومشتقات الجليسرول وغيرها من المشتقات اللي هي بتعمل نوع من التلايف الرئوي بدرئوي من النوع كمان بس كنت عايزة ضيف لحضرتك يا دكتور أنه الشركات اللي بتقوم على تصنيع هذه المنتجات بتتروج لها بطريقة بتحاول تشجع ناس لأن هم يشربوا الفياب والسجار الإلكترونية يقولون هي أقل ضرر لكن كواس إن حضرتك وضحت بقى بيمنوع أشكال وألوان كمان دلوقتي عشان زي ما حضرتك قلت إن الشباب بياخدها بقى من ناحية الروشانة وشياك أو كده فعمل إنهم خطة تسويقية فضيعة ده مش بس كده كمان بيستهدفوهم بالجميلة الجديدة اللي هي زي الـ USB الصغيرة كده اللي هي شبه يعني دي حاجة دي حاجة كل الشباب بقى بيحطها في جيبه بقى أن هي دي يعني دي مش سيجارة حاجة زي الألم آه هي زي الـ USB بالضبط كده وبتتشحن بالكمبيوتر أو يعني بقى الـ Hot Spot اللي عنده وإن هو بي يعني هي دي بنسبة له بقت حاجة عصرية جدا لكنها حاجة مؤذية جدا يعني هو ليس التدخين آمن وبيسموه كده دخان بلا دخان الحقيقة هو استبدل الدخان بحاجة تانية ومنها النيكوتين وجود النيكوتين فيها ده معناها الإدمان العادة يعني ممكن يطلع النوع ده بدون نيكوتين فيه أنواع بالفعل موجودة بدون نيكوتين من نوعية الفيبت يعني فيه نوعية منها دي أقل ضرر بدون نيكوتين ولكن لا تسوق ولا تروج لأنها حيشربها وحيتركها لأنها ما بتسببش إدمان ما بتسببش إدمان على العادة الإدمان على العادة معناها أنه حيطلبها يشتريها على طول يمكن لسه الشباب الصغارين ما عندهمش إدراك لحصيلة الأمراض الصدرية اللي ممكن تيجي من التدخين بصي حدثك هو تجيبي الأطفال الصغارين تسأليهم على التدخين هل هو عادة طيبة أو عادة سيئة إيه رأيكم في التدخين هل التدخين وحش طب مضعفات التدخين كل أطفال يعرفوا النهاردة أو يعني بأزعم يعني أنه في المدارس الابتدائي بيعرفوهم يعني في حواليهم كل عارف التدخين مؤذي غير صحي مكتوب على العلم اللي هو راح يشتريها هو بالتالي ما بيحبهوش وهم أطفال يبتدوا بقى في سن المراهقة يبتدي بقى حاجات تغيرات مختلفة يطلب السجاير يطلب المواد أخرى وغيرها يعني فيه تغيرات فيسيولوجية وتغيرات بيئية بتحصل في المراهقة وهو ده اللي بيستهدفه أن المراهق عايز يغير الوضع بتاعه زي الكبار أو زي المجتمع المفتوحي ربنا يحفظنا جميعا من هذه العادة السيئة مشكرا حضرتك شكرا جزيلا شرفتنا ونحفونا دكتور أيمن سيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بكلية طب جامعة القاهرة شكرا لك فانا شكرا جزيلا نيضا كثيرا